بالي ان اخبار الاجتماع وما يحدث في الاجتماع وما سيحدث في الاجتماعات بيتم نشره في بعض الصحف وبيتم نشره عن طريق الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي قبل ما يتم الاعلان عنه وده معناه ايه؟ معناه ان في تواصل ما بين احد الاشخاص وما بين مستر فيرون الراجل اللي بيتكلم يعني ممثل الفيفا تواصل مباشر وفي تلقين بيحصل التلقين ده هقولك بكل صراحة شغال ازاي؟ بعض الاشخاص من من لهم مصلحة في ان او ان ينتهي عمل اللجنة الخماسية على الفور وان مصر تفضل في نفس الدايرة المغلقة بتلف في نفس الدايرة المغلقة وفي نفس المشاكل اللي بتواجهها بقالها سنوات في كرة القدم على تواصل مباشر مع مستر فيرون بيقولوله ان اللجنة الخماسية بتحاول تتلاعب بالامور علشان تمد فترة جديدة وان هي بتحاول على قد ما تقدر ان هي تعمل دلي او تأجل الانعقاد الجمعية عمومية علشان تعدل من اوضاحها ولكن النهاردة عمر الجنيني واللجنة الخماسية وضحوا للراجل ان الامور مش كده واشرح لكم ايه اللي بيحصل وخلي بالكم انتو بتتكلموا في اللي بيحصل ده هل الكرة المصرية هتاخد خطوات له قدام وتتطور ولا الكرة المصرية هتفضل في مكانها ده اهم من الكرة واهم من الملعب واهم من استقناف الدوري واهم من حاجات كتيرة جدا اللي حصل ان اللجنة الخماسية دول ناس جايين وقعوا اول حاجة وقعوا عليها لما عينوا من قبل الفيفا ان هم مش يخشوا الانتخابات اللي جايين فما لهمش مصلحة هم جايين يطوروا بس جايين ان هم يعدلوا بعض الامور في اللايحة وجايين ان هم يطوروا بعض الحاجات اللي هم في الفترة القصيرة اللي هم شغالين فيها تتحسب لهم ان هم عملوها دي انجازات عملوها فترة قصيرة وما عندهمش حسابات لان هم زي ما اتفقنا ان هم موقعين ان هم مش يخشوا ايه مش يخشوا الانتخابات اللي جايين فالناس جات لقيت فيه مشاكل موجودة في الاتحاد فطورت اول حاجة حاولوا على قد ما يقدروا ان هم ينظموا المسابقة نمرة اتنين عملوا الفار وعملوا اتفاقيات مع لليجة وعملوا اتفاقيات مع بعض المستشفيات في المانيا ان يبقى فيه اتفاقيات ما بين اتحاد الكورة وما بين بعض الكلينيكس في المانيا حاجات كتيرة جدا عملوها كويسة فترة قصيرة جدا ولكن الواضح ان ده ما كانش على هوى الناس اللي كانت موجودة قبل كده الناس اللي كانت موجودة قبل كده بالنسبة لهم عمل اللجنة الخماسية المحترم اللي حصل في الفترة القصيرة اللي فاتت ما هو الى تعريه لهم يعني ايه ما هو لا تعريق لهم يعني الناس كلها دلوقتي بتقول طبعاً توا جماعة الناس اللي كانت موجودة بقالها سنين شغالة ما عملتوش الكلام ده ليه الناس اللي كانت موجودة قبل كده ناس كويسة ولكن دايماً عندهم أجندة وهم شغالين علشان عندهم أجندة انتخابية طبعاً مش كل الناس ولكن فيه ناس عندهم أجندة الأجندة بتاعتهم ان هم يفضلوا موجودين في مكانهم فبالتالي ابتدوا يتلعبوا باللوايح وابتدوا ان هم يفصلوا لوايح وان هم يقايفوا لوايح علشان يرضوا بعض الأندية علشان الأندية دي هتكون سبب رئيسي في ان هم يتواجدوا دائماً داخل اتحاد الكرة وهو ده اللي خلى الكرة مصرية ما تخدش اي خطوة لقدام الناس دي هي نفس الناس اللي على تواصل مباشر مع مستر فيلوم من قبل الفيفا وبيلقنوا معلومات غلط والنهاردة عمر الجنين يقول لجنته فهموا الراجل قالوا له المعلومات اللي وصلها لك دي مش مظبوطة ومعلومات منهاش اي اساس من الصح مثلاً اللجنة الخماسية عملت غيرت في بعض اللوايح علشان تبقى الجمعية العمومية اللي جاية 95 نادي فقط مش 225 نادي وطبعاً كل ما عدد عدد المصوطين في الجمعية العمومية في الانتخابات قال كل ما الانتخابات بقت نازيها اكتر كل ما نسبة الفساد فيها بقت اقل كل ما بقت الاندية اللي هي ديسبرت ان هي عايزة بعض الامور المادية علشان تدي صوت ما تبقاش موجودة والناس الفاسدة مش عايزين الكلام ده يحصل فبينقلوا صورة غلط للفيفا وعلى فكرة مش شرط ان انت تبقى فاسد تبقى فاسد مادياً انا عارف ان انت مش فاسد مادياً ولكن الفساد ان انت تستغل اللوايح وتفصيل اللوايح من اجل مصلحتك الشخصية ده قمة الفساد الفساد ان انت تجيب ناس تشتغل في اتحاد الكرة تعينهم مستشارين وتعمل لهم مرتبات شهرية تصل لـ 25 ألف جنيه وناس واخد عربيات بقالهم سنين موجودين جوه اتحاد الكرة والناس المسؤولين عارفين كويس قوي ان الكلام ده صح وموجود معانا هنا في قط اللبس بالورق ده قمة الفساد مش الفساد ان انت تبقى مرتشي مش الفساد ان انت راجل بتمدي ايدك او بتاخد فلوس من الحد الفساد ان انت تاني تفصل اللوايح لمصلحتك الشخصية يعني ايه؟ اتحاد الكرة في السنين اللي فاتت كان فيه اكتر من 350 او 400 شكوى من اللاعبين ومن وكلاء اللاعبين ضد الاندية كلها تحطت في الدرجة وبعضها اتخذ فيها قرارات ومحدش ردي ان هو ينفس القرارات ليه؟ عشان يرضوا الاندية عشان الاندية دي هي اللي هتوقف جنبك عشان تنجحك في الانتخابات اللي جاية ده الفرق بينك والفرق ما بين اللجنة الخمسية اللي شغالة دلوقتي اللي كل الشارع حسب شغلها عشان الناس ما عندهمش اجندة بكل بساطة وعشان هم ناس نضاف جايين يصلاحوا جايين يطوروا وده كان السبب الرئيسي ان فيه فقطار الناس دي الكلام ده جن الناس معينة غير ان هو عراهم بواسدهم كل الخطة اللي هم كانوا شغالين عليها عشان كده الناس دي بتحارب مع الفيفا وعلاقتها مع الفيفا ان هي يتوقف عمل اللجنة الخمسية فاسرع وقت ممكن قالوا ايه؟ قالوا ان ما ينفعش المهندس هانا بوريدا يخش على منصب مقعد رئاسة الاتحاد الافريقي اللي لما يكون على مقعد منصب رئيس الاتحاد المصري تلاقي الكلام ده مش صح الكلام ده كان بيتقال عشان يركبون المرجح اللواح بتقول ان انت لو رجل في عضو في اللجنة التنفيذية في الفيفا من حقك ان انت تخش على مقعد رئاسة الاتحاد الافريقي الموضوع ما فيهوش اي مشكلة صحيح افضل بالنسبة لك ان انت تكون على مقعد رئاسة الاتحاد المصري لكن اللواح ما بتقولش كده ده نمرة واحد نمرة اتنين انا بشوف ناس بتطلع بتهاجم اللجنة الخماسية وكل قراراتها ومش عايزينهم يشتغلوا ومش اخر حاجة بيفكروا فيها ان الناس دي بيعملوا صحة ولا غلط انا طالع بس كل يوم بهاجم الناس رغم ان الناس دي ما عملتش اي حاجة الناس دي بتطور والناس دي مش داخلين انتخابات يا عم مش داخلين انتخابات انت بتحاربهم ليه ايه سبب حربك ليهم ودي دي نقطة مجنناني حاجات كتيرة جدا اللجنة الخماسية بدخولها اتحاد الكرة فضحت اناس قبل كده انا بقولك رسالة واضحة اللي مشاكوا الشارع اللي مشاكوا الشارع واللي مش هيرضى ان انتوا ترجعوا تاني بالظروف اللي انتوا عايزينها برضو الشارع والشعب المصري ما بينساش ما فيش حد بينسى انتوا فاكرين ان الناس عندها الزهايمر الناس ما عندهاش الزهايمر الناس فاكرة كويس جدا هي انتوا مشيتوا ليه مشيتوا عشان كان فيه فشل في كاس الامم الافريقية الاخيرة مشيتوا علشان كانت فضايح المجلس فضايح محدش يقدر يسكت عليها ولما الناس راحت قالت انا عايزة اخش تاني الرد عليهم كان بكل بساطة مشكلتك مش معنا مشكلتك مع الناس التانية حلها تاني مشكلتك مش معنا مشكلتك مع الناس التانية حلها وعمركم هتعرفوا تحلوها لان الشعب المصري ما عندوش الزهايمر ما عندوش فقدان في الزاكرة الزاكرة ناس لسه ماشية من اقل من يمكن سبع تمن شهور او ممكن اقل من سنة وبتدور ان هي تكون موجودة مرة تانية على حساب الكرة المصرية لا لا محدش هيسبح بالكلام ده وزي ما قلتلكم انا موجود هنا يمكن ان انا وجودي كاعلامي راجل بشتغل الحمد لله بدون اي حسابات وبدون اي اجندات والحمد لله علاقتي جيدة بالجميع لكن انا هنا بقول الصح الصح الناس اللي كانت بتفضل مصلحيتها الشخصية وبتأيف وبتفصل لوائح عشان مصلحيتها الشخصية عشان تفضل موجودة في اتحاد الكرة مش هيرجعوا اتحاد الكرة تاني الظلم اللي كان بيحصل في اتحاد الكرة مش هيرجع تاني لان مصر مش هترجع خطوة الورا مصر خدت قرار وخدت خطوة القدام ومش هترجع الخطوة دي تاني كل المكتسبات اللي اكتسبتها الكرة المصرية في غيابكو مش هترجعونا تاني ورا مش هنرجع للفساد تاني وتاني بقول ان الفساد مش فساد مدي مش شرط ان انت تبقى فاسد انت راجل مرتاشي متخدخد فلوس تحطها في جيبك انما الفساد ان يبقى رئيس ربطة اللعبين او رئيس لجنة شؤون اللعبين هو اللي بيفصل ما بين مشاكل اللعبين وما بين مشاكل الاندية ازاي الفساد انما يبقى رئيس جمعية اللعبين المحترفين عضو مجلس ادارة في الاتحاد فالنهاردة المفروض ان جمعية اللعبين المحترفين اللي المفروض بتدور على حق اللعيبة بقى الراجل رئيسها عضو مجلس ادارة مصلحته يا مصلحة الاندية مش مصلحة اللعيب ده الفساد ده الفساد ده اللي مصر مش هترجع له التاني مش هيبقى موجود تاني ان رئيس جمعية اللعبين المحترفين هو عضو مجلس ادارة في الاتحاد الكورة لان الاتنين ما ينفعش فيه كونفلكت فيه كونفلكت فيه يعني يين كونفلكت؟ يعني فيه تضارب في المصلحة ازاي رئيس جمعية اللعيبة المحترفين راجل بحترم وبحبه وكل حاجة ما عنديش اي مشكلة معاك كابت الماكدي عبدالغاني ازاي يبقى عضو مجلس ادارة في الاتحاد ويجمع ما بين الوظيفتين رغم انه شغلة رئيس جمعية اللعيبة المحترفين انه هو يجيب حق اللعيبة من الاندية هيعمل كده ازاي؟ وهو راجل مصلحته ان الاندية تدينه صوته بالعقل نفكر فتاني النتيجة بتاعت اجتماع النهاردة كانت نتيجة مرضية جدا بالنسبة للكرة المصرية وبالنسبة للمصر وبالنسبة للمسؤولين الراجل مستر فيرون فهم الحقيقة وفهم ان المعلومات اللي بتوصل له معلومات خاطئة ومعلومات هدفها ان تخلي الراجل يحاول ان هو يتلاعب باللجنة الخماسية لكن اللجنة الخماسية وانا هنا مش مع حد وضد حد انا مع الكرة المصرية انا شفت حجم فساد في الكرة المصرية السنين اللي فاتت يخليني ان انا اطلع هنا واقول لكم بالفهم المليان مصر مش هترجع تاني الورا والمسؤولين الكبار في مصر عارفين الكلام ده عارفين الكلام ده ان مصر مش هترجع تاني الورا مصلحة الكرة مصرية دلوقتي ان اللجنة الخماسية يتم المد لها لمدة سنة وبعد كده يبقى فيه انتخابات الانتخابات بعد الأوليمبيك جيمز دي مصلحة الكرة مصرية اي حد تاني بينخور وبيشتغل ان حاجة تانية تحصل غير كده اعرفوا ان هو بيدور على مصلحته زي ما كان دايما بيدور على مصلحته زي ما كان دايما بيدور على مصلحته فاتمنى ان احنا نخلص من الناس دي بجد الناس الشعب المصري ومتابعين الكرة المصرية زهقوا منظرنا كان مقزز فيما حدث في كاس العالم مش فنيا الراجل كوبر عمل بطولة كبيرة في رأيي ودي الامكانيات اللي موجودة لكن اللي حصل قبل كاس العالم والفضايح واللبس والترنجات والمخازن والخناقات اللي على الملأ والخناقات اللي سبونسرز واللعيبة اللي دخلت قنوات وخدت فلوس عشان خطر قبضت فلوس عشان خطر تطلع العيبة في قنوات كل دي فضايح حصلت فين؟ حصلت في كاس العالم اللي كنا بنحلم ان احنا نوصل له بقالنا 30 سنة لما وصلنا له اتهنى كرة بس مش دي مش كلتكو انتو ناس مش فنيين لكن اتهنى في كل اجزاء وعناصر اللعبة اللي برا الكرة اللي خلت منظر منتقى بمصر وحش خلت الناس عندها استياء من منظرنا كسل امم الافريقية الاخيرة فضيحة بناخد قرار بناخد قرار بلعيب متحرش راجل اتحرش اتحرش ببنات على السوشيال ميديا واتاخد قرار باستبعاده قرار فن قرار تربوي محترم باستبعاده يوم اتحاد القرى يقولك ان اللعيبة رجعت اللعيب مرة تانية ده فقاني عرف ده انا عايز اعرف فقاني عرف انا عايز اعرف فقاني عرف ميده في 2006 عملت مشكلة مع كابتن حسن شحاته وطلعت قلت انا غلطان وبندا مرتاح ما تمش رجوعي وعلى فكرة اللعيبة الكبار في متخب مصر في 2006 كانوا نفسهم ان انا ارجع لكن كان في اتحاد قرى بيقول لا القرار اتاخد القرار اتاخد خلاص ما فيش رجوع من امتى اللعيبة هي اللي بتقرر اللي لما يكون اتحاد القرى ضعيف من امتى اللعيبة هي اللي بتقرر اللي عايب يمشي ويقض اللي لما يكون اتحاد القرى ضعيف الاداء الاداري لاتحاد القرى السابق اداء وفيهم اصدقاء لي اداء هزيل اداء هزيل والفضايح اللي حصلت عطر بيزة وعلى الملأ في الاعلام ما كانتش فضايح قليلة والناس اتصبر عليها ورجعوا مرة تانية وبعد كده فضيحوا أكبر في كاس الأمم الأفريقية فبقول لكم إن الشعب المصري ما عندوش ألزهايمر هتروح تتكلموا مع الفيفا هتروح تتكلموا مع مستر فيرون مع مستر مش عارف مين لا اللي الدولة المصرية عايزاها والناس شايفة إن هو صح هو اللي هيحصل وانسوا أي حاجة تانية بيفكروا فيها بيتفكروا فيها وأنا بقول لكم الكلام ده على مسئوليتي ده كان بالنسبة لي مهم جدا إن أنا وضح لكم إيه اللي بيحصل في مصر إيه اللي بيحصل في الكرة المصرية النهاردة في ناس هتزعل مني مش مشكلة طالما قدت قرار إن أنا هطلع هبقى إعلامي وهطلع هبقى برنامج هعمل برنامج بإسمي فكلمتي هي الميزان اللي عند الناس الناس عارفة كويس جدا إن الحمد لله ميدو رجل ما عندوش أجندة زي أنا معادت كل السادة المشاهدين بتوع بتوع قط اللبس نطلع